اشتركوا في القناة وهي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 3.48 دقيقة من صباح يوم الخميس لا ينتقل القمر ويصير في منزلة يوم الخميس اللي هو 25 لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا بالنسبة لتأثيرات القمر حكينا أن القمر موجود في برج الأسد انتقل واستقر اليوم أمس وتأثيراته رح تكون على جميع الأبراج بالفترة هاي بيكون الناس من حولنا أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واغتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلا طبعا اليوم عنا كثير زوايا فلكية فبتكوا تركزوا معي لأن الأحداث شوي رح يكون تأثيراتها على الجميع بأكثر من اتجاه طبعا أول زاوية رح تكون هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون فيه تمام ساعة واحدة وتسعة وارفعين دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين المريخ وبين بلوتو وهاي رح تكون فيه تمام الساعة واحدة وواحد وخمسين دقيقة صباحا تجعلنا شوي نبدو أحيانا عنا نوع من أنواع الخجل أو نخجل أثناء التعامل مع الناس وممكن شوي يصير هيك نوع من أنواع الحدية بتصير على الأشخاص اللي ممكن يثيروك فبصير الرد عنيف شوي أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون فيه تمام الساعة ثنتين واثنين وخمسين دقيقة صباحا من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحدود بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية تقابل رح تكون سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون فيه تمام الساعة تسعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية الطبع الآن فيه حدث رح يصير اللي هو انتقال كوكب الزهرة من برج الدلو لبرج الحوت وانتقال رح يكون تقريبا يعني نحكي الساعة وحدة و11 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج ورح يمكث في برج الحوت الزهرة لغاية يوم 21 ثلاثة ظهرا خلال الفترة المذكورة بيطرأ تغيير إيجابي على مظهر موليد برج الحوت وبيشعروا بخوة العاطفة وانجذاب أفراد الجنس الآخر لهم بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج المائية الأخرى زي السرطان العقرب والأبراج الترابية الثور العذراء الجديد وكذلك من تواجد لديه كوكب الزهرة في برج الحوت ساعة ولدته واللي بيولد وعنده الزهرة في برج الحوت بيتميز بقوات رومانسيته فهو من النوع الحالم وعاطفي طوال الوقت إذا ما لقي حد يحبه بيحب نفسه الواضح أن الفترة المقبلة من الناحية العاطفية أفضل بكثير من الفترة السابقة يعني لما تواجد كوكب الزهرة في برج الدلو وقبله كان بالجدي وبالقوس بيكون بأضعف حالاته ما بيكون بالقوة وكمان شكل زوايح حد جدا فعشان هيك قضاها منتحس أغلب الوقت الآن بدخلته للحوت هو بلاقي المكان القوي له عشان هيك بيصير في قوته الهائلة فوجوده بهيء الأجواء الرومانسية والدافئة لهذا الكوكب بعكس يعني الأبراج الأخرى ماشي وحتى انتقاله للحمل نفس الشيء الآن في بعض المتفلسفين بيجي بيقولك انه الزهرة لما بيصير هو بالحوت هو الشمس بيحترق بشعاع الشمس فبتروح طاقته لا هذا تخلف اسمه الكوكب المحترق هو الكوكب اللي ما بيشكل زوايا وهم لما بيجي بيقولك احترق في نور الشمس ليش؟ لأنه سوى زاوية اقتران وللعلم زاوية الاقتران هي زاوية ايجابية لما بيكونوا اثنين مع بعض الزهرة والشمس مع بعض في هاي اللحظة لحظة الاقتران الاشخاص اللي بتصير عندهم زوايا الاقتران او اقتراب الكوكبين من بعض بيزيد من جاذبيتهم اكثر وبصير لهب الحب عندهم اكثر والحدث والمواهب الفنية بتصير اكثر وعندهم حب للتنزه والتجديد والتغيير والتسلية بشكل كبير فعشان هيك مش كل كوكب عمل اقتران هو سلبي في كواكب لما بتعمل الاقتران بتصير سلبي ولكن مش معناها انها احترقت ومحترقة بنور الكوكب اللي تواجد في الزاوية اسمها زاوية اقتران محترق يعني ما بشكل زوايا نهائيا ولا مع اي كوكب خلاص بتصير هذا الكوكب بفقد من طاقته بنسبة خمسين في المية اما لما بعمل زوايا اقتران لا فيه زوايا احنا منحكي عنها ايجابية لما بتكون كواكب بتتناغم مع بعض وفيه كواكب بنحكي عنها سلبية لما تتعاكس مع بعض طيق خلينا نكمل احنا عن الزهرة طبعا فيما يلي هو التأثير على جميع الابراج كل برج ايش اللي رح يتميز فيه بالفترة القادمة من انتقال الزهرة لبرج الحود برج الحمل فرصة للتعامل مع المؤسسات او الشركات الكبيرة بيصير عندهم طاقة وحظوظ عالي جدا في هذا المكان بالنسبة لبرج الثور بتعزيز النشاطات الاجتماعية والاستفادة منها بالنسبة لبرج الجوزاء فرصة للتقدم في العمل ولا اللي بيبحثوا عن عمل برضو بتكون لهم فرص منتازة وممكن يحققوا مكاسب مالية جيدة من وراء عملهم بالنسبة للسرطان بتفتح لهم ابواب ناجحة في مجالات السفر والاتصالات والدراسات الاكاديمية والمواضيع القضائية اما بالنسبة للأسد فتجيهم اموال عادة بتجي من تركة او من تعويض او من شراكة او نوع من النوع المنح او الهدايا اما بالنسبة للعذراء فبتعزز عندهم الشراكة المالية والعاطفية وحتى بصير فرص الزواج والارتباط عند العذراء عالية جدا اما بالنسبة للميزان ففرصة للي بيبحث عن عمل وبرضه بتعزز من العلاقة ما بينهم وبين الزملاء بالنسبة للعقرب حض في المجالات العاطفية وحضوظ مطلقة في اشياء كثيرة حتى على فرص المال وفرص للنساء للدخول في الحمل وحتى على المستوى العاطفي اما بالنسبة للقوس فالاستفادة بتصير في امور الها علاقة بالسكن العقارات العلاقات العائلية وامور اخرى زي شراء بيت مثلا او ترميم بيت او الترحال من مكان لمكان او عودة غائب لبلد الام اما بالنسبة للجدي فتعطي نجاح في الدراسة والسفر والاتصالات وما يتعلق بالسيارات والاجهزة الالكترونية والتليفونات ففرص انه اما يشتروها او انهم يهتموا فيها بشكل كبير بالنسبة لبرج الدلو فمكاسبهم بتصير مالية اغلبها بتيجي من عمل اضافي ومستردات وهبات وممكن تجيهم هدايا بالنسبة للحوت فتحسنهم اكثر المستفدين طبعا يعني العقرب بيستفيد ولكن هم اغلب الطاقة عندهم بتحسن بيطرأ على مظهرهم الخارجي وقوة العاطفة وبنجذب افراد من الجنس الاخر لا الهم برضو بتشجع على الارتباط ومكاسب وحض بيدعمهم على كثير من المجالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 64 دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية من الزوايا البطيئة زاوية التسديس ايجابية رح تكون بين الشمس وبين اورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 19 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما انها بتعزز من قوة الحدث لدينا طبعا القمر بما انه موجود بالاسد فاخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 26 اثنين رح يبدأ في تمام الساعة 11 و 31 دقيقة ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و 6 دقائق مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذرة اما بالنسبة لعمر القمر فالقمر انحصار المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 31 دقيقة بعد الظهر بيصبح 15 يوم نسبة الاضاءة 90% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20 ثلاثة سعيد بنسبة 70% القمر في الاسد حتى يوم 26 اثنين منتحس بنسبة 90% عطارد في الدلو حتى يوم 15 ثلاثة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 25 اثنين منتحس بنسبة 10% بسبب مراحل الانتقال المريخ في الثورة حتى يوم 4 ثلاثة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا رجع ونسجل بنفس الطريقة برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت منتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة إلى أمور إلها علاقة بالتواصل أو تغيير الجو أو حتى التواصل مع الأحبة وبرضو جيدة لتكرار المحاولة لأمور المصالحات طبعا القمر بما أنه منتحس اليوم فبينتابك شعور بعدم الرضا في بعض الأوقات وبتشعر بأن الآخرين ما بيفهموك بشكل واضح عطارد الفترة هاي بما أنه عطارد أنها تراجعه لكن ما زال منتحس بتعرف علاقات الصداقة عندك بعض التوتر وممكن شوي يكون فيه نوع من ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للمريخ بما أنه سعيده في بيتك الثاني فالفترة هاي أفضل وتعمل نوع من أنواع التحسن على وضعيتك المالية وممكن تحقق بعض المكاسب بشكل جيد الزهرة ممكن تعرضك لمشاكل بسبب الغيرة أو بسبب موضوع معين وممكن تأدي لفسخ علاقة فعشان هيك بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان ما في داعي للحدية الشمس بتزيد من نيولك الروحانية وروح التضحية وبرضو تعطيك طاقة كبيرة للإطمئنان على بعض الأشخاص صحيا ممكن يكونوا مقربين لا إلك برج الثور ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشاء صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية وممكن تحمل بعض المصاريف يعني الإضافية بالفترة هاي طبعا القمر بما أنه منتحس الجو العائلي بيكون مشحون والجو لا يطاق بالمنزل وممكن شوي تحتد أو تعصب بسبب تراكم بعض الأمور أو الأحداث أو الإنشغلات المنزلية أما بالنسبة للزهرة عليك الحذر من الذين يدعون صداقتك ويحاولون خداعك بدك تكون واعي وحذر في نفس اللحظة عطارد بتميل لإهمال مشاريعك وممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية لشبهة عليك التحلي بالصبر وعدم المبالغة وعدم المجازفة المريخ بتزيد ثقتك بنفسك وشجاعتك وحيويتك وممكن هاي الشغلة تساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية أما بالنسبة للشمس تتمكن من تحقيق مشروع أو أمني بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلاقاتك بتكون جيدة مع الأصدقاء برج الجوزاء بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات بالنسبة للقمر بتعرف هاي الفترة نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع محيطك وبتكون متقلب ما بيرضيك أي شيء وبترغب في التهرب من الواقع والعمل والدراسة بتكون صعبة أما بالنسبة للعطارد فعليك الحذر من الوعود فقل ما يتم الوفاء بها يستحسن أنك تأجل موضوع سفر اليوم هاد أو أنك ممكن أنك تهتم بكل تفاصيل السفر يعني حقيبتك شنتك أغراضك أوراقك لأنه ممكن يصير في نسيان أو تعطيل أما بالنسبة للشمس فممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل ما تساندت أفضل أشخاص دون نفوذ ممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين بدك تنتبه من الزهرة لأن الزهرة حكينا منتحسة فممكن تكون أناني في علاقاتك وممكن تتعرض لخيبة أمل وممكن تتضرر أو تتضرر نفوذك وسلطتك وممكن تتعرض لانتقادات في محيطك أما بالنسبة للمريخ فتميل الاندفاع بسرعة متخطي كل العقبات يعني عندك جراءة عالية جدا للتحرك بس دير بالك من التهور برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إش إنك تتفائل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في البيت الثاني وهو منتحس فممكن يصير في عندك نوع من أنواع الصعوبات في مكان عملك وممكن ترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور والنفقات اللي لا طائل منها بالنسبة لعطارد بيزيد من طيشك شوي وعصبيتك وممكن تسمع خبر سيء اتجنب التنقلات والأسفار أما بالنسبة للمريغ فبيزيد من تأثيرك على أصدقائك بشكل جيد أما بالنسبة للزهرة فهو أنا من قل لك ممكن تدخل لمغامرة عاطفية بتلحقك منها أضرار خصوصا مع شخص غريب وممكن تعرف صعوبات بتحول دون تحقيق مشاريعك أما بالنسبة للشمس فهنا الشمس بتزيد من ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفائل وهي فترة مناسبة للسفر أو أخذ عطلة أو يعني تركز على بعض الأمور اللي بتكون إلها علاقة بالدراسة بشكل برضو ممتاز برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعديلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أهم شيء بسبب انتحاسة القمر حاول انك ما تضخم الأمور وتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق فقدانك لثقة بالنفس بجعلك مزاجي ومتقلب في نفس اللحظة بنشتبه للشمس بمعنها موجودة في البيت الثامن فزيادة الأرباح بتيجي عن طريق شراكة أو عن زواج أو تركة وممكن يزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية أما بالنسبة للزهرة ممكن تبالغ بملذاتك الحسية مما يعرضك لوشاية أو غيرة خصومك بالنسبة للعطارد بتعرف خلافات ونزاعات مع شركائك أو مع زوجتك فعشانك بدك تكون حذر وبرضو تعرف تتعامل بشكل إيجابي أما بالنسبة للمريخ فهو موجود في البيت العاشر فممكن تتمكن من تحقيق بعض الأهداف المهمة في الفترة هاي وخصوصا من خلال مسؤولين أو زملائك أو علاقاتك برج العذرة طبعا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب فبسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من أي تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أي جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك بالنسبة للقمر طبعا زي ما حكينا أنه ممكن أنك تنين لتضخيم الصعوبات عندك حاول أنك تكون أكثر واقعية وأنك تستعيد ثقتك وحبك للحياة أما بالنسبة للمريخ فطبعا موجود في البيت التاسع فهنا بتميل لتتبع اندفاعاتك وبتتخذ قرارات مفاجئة أو بتقوم بخطوة مهمة ممكن تقرر على سفر دون سابق استعداد أو تغيير تخصصك أو دراستك أو رفع قضية قضائية المهم الموضوع بيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة لعطارد فهو في بيتك السادس منتحس فتعمل نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع رفاقك بالعمل احذر الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه وخصوصا في مكان عملك بالنسبة للزهرة الفترة هاي سلبيتها أنك بتحب المديح والإطراء وممكن هذا شوي يعني يخليك مش مخلص في عواطفك في نوع من أنواع الفتور أو البرود في عواطفك أما بالنسبة للشمس فبترغب في القيام بدور اجتماعي مهم وبتحقق الاستقرار والأمن بفضل شراكة أو زواج وهاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو مع الشركاء برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوه لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهمش أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس بالنسبة للشمس يعني بيزيد حبك للعمل وبتبذل جهد تكافأ عليه وبتحتاج لتجديد محيطك وهي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني أما بالنسبة للزهرة في بيتك السادس رغم تظاهرك بالمحبة فمودتك بنقصها الحرارة أما بالنسبة للمريخ بتميل لقبول التحديات من أجل إثبات قدراتك فبدك تدير بالك أما بالنسبة لعطارد فبيجعلك متردد وممكن تسمع خبر غير سار عن شخص قريب لا إلك أما بالنسبة للقمر فممكن تتعرض لخيبة أمل بسبب أحد الأصدقاء برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم ممكن تحمل لك الفترة هاي مفاجأة ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية والمطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية هاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة بدك تكون حذر طبعا القمر بما أنه في البيت العاشر بيت السمعة فبتيجي المشاكل أغلبها على المستوى المهني أو بسبب ارتكاب بعض الأخطاء حاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف أما بالنسبة للشمس فبتمنحك تقدير الجنس الآخر وتحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباح عن طريق المعاملات العقارية وهي فترة مناسبة للتسلية والترويج أو الترويح عن النفس أما بالنسبة للعطارد في البيت الرابع بيعرف محيطك العائلي توتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض للإرهاق العصبي أما بالنسبة للزهرة في البيت الخامس عواطفك وجاذبيتك مفرطة ممكن تفعل أي شيء لأجل المتعة فدير بالك أما بالنسبة للمريخ طبعا أفكارك ومشاريعك تلقى استحسان من طرف شركاءك شركاء المال أو شركاء العاطفي برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا جميل عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة مثمرة على جميع الأصائد ولكن بدك تنتبه من انتحاس القمر فخيالك الجامح بخلق لك مخاوف غير واقعية عطارد في بيتك الثالث منتحس ممكن تسمع خبر سيء يجعلك متردد أو متحير وبيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو ويفشاء الأسرار كون حذر في كلامك أو في مراسلاتك أما بالنسبة للمريخ طبعا ممكن تقوم بمبادرات مهمة تستفيد منها وبتتمتع بحيوية كبيرة وبتستفيد على مستوى العمل تحديدا أما بالنسبة للزهرة بتكون متقلب الأطوار أو غير مستقر يعني ما بتحسن اختيار شركائك بالفترة هاي أما بالنسبة للشمس فالسعادة بتكون على المستوى العائلي والعلاقات العائلية الجيدة والحالة المادية بتكون برضو ممكن تجيخ بعض المكاسب من أحد أفراد العائلة وهي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي برج الجديد بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي بشكل جيد بالنسبة للشمس بما أنها موجودة في البيت الثالث فبيلعب محيطك العائلي الميسور الحال دور مهم في تحسن وضعيتك وممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو التأليف كما بتزيد من قوة ملاحظتك وفضولك الفكري وبتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين بالنسبة للزهرة طبعا موجودة في البيت الثالث منتحسة فتقلبك وتبدل عواطفك بيجعلك تتلاعب بقلوب الأشخاص اللي بيحبوك أما بالنسبة للقمر في البيت الثامن فممكن يكون فيه نوع من أنواع المخاوف الوهمية اللي ما إلها أي أساس عليك تجنب الإنغلاق على نفسك والاجتماع بأصدقاء جيدين وتسلية نفسك بشكل كبير أما بالنسبة للعطارد فعلاقاتك متوترة مع رفاق العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء من أفي أراءك أو أحكامك اتجنب توقيع الوثائق المهمة أما بالنسبة للمريخ فبيزيد حبك للحياة وعزمك وإصرارك لفعل شيء جديد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم واليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر ولكن زي ما دائما نحكي لما القمر بيكون مقابلك أهم إشي أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات طاقتك بتكون ضعيفة بالفترة فما ينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات بالنسبة لعطارد بما أنه في البيت الأول منتحس فبتعرف بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة إنفعالك عليك تجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك التنقلات وممكن تسمع أخبار متناقضة هذا اليوم أما بالنسبة للشمس اللي في بيتك الثاني وهي سعيدة فبتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على ترقية أو على وضعية سامية بمساعدة أشخاص دون نفوذ كما بتزيد من ميلك للتبذير بشكل كبير الزهرة في البيت الثاني رغباتك الشريهة ممكن تدفعك لطرق مشبوهة أما بالنسبة للمريخ طبعا بيزيد تأثيرك وسلطتك على وسطك العائلي بالنسبة للقمر طبعا لأنه منتحس وهو في بيتك السابع فممكن تجد صعوبة في التواصل مع شركائك أو مع زوجتك وتميل للعزلة وعدم الاكتراث برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا انك تنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتمهوا لغذائكم وراحتكم وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن طبعا القمر بما أنه منتحس فتجنب أو ممكن تجد صعوبة في العمل وبدك تتجنب أي مواجهة مع زملائك بالعمل وممكن تشعر بالضيق وبتحس بأن الحظ ممكن تخلى عنك تماما ولكن هذا إحساس فحاول أنك ما تخلي سيطر عليك أما بالنسبة للشمس بمعنها في بيتك الأول وسعيدة بتزيد حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطموحة وبرضو بتكون طبيعتك عفيفة ولكن بتكون شوي متسلط في بعض الأوقات وبتزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط أما بالنسبة لعطارد فممكن تتعرض لكلام بسيء لك أو إفشاء أسرار فلا تهتم له كثير لأنه كله هواء أما بالنسبة للزهرة فبتكون شوي عندك نوع من أنواع ردات الفعل اللي إحنا بنسميها طائشة يعني بدون تركيز رغباتك بتكون شريهة وممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك أما بالنسبة للمريخ فطبعا بيزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك وهذه فترة مناسبة للنجاح في الدراسات والمباريات ولكن بدك تحذر في النهاية من المريخ اللي هو من القمر اللي موجود في البيت السادس فممكن تجد صعوبة في العمل وتشعر بالضيق وتحس بأن الحظ تخلى عنك تماما فبدك تنتبه من هذا الوسواس هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر